الحقيقة يعني عاوز اوضح انه مش اوضح كلنا عارفين وكلنا شايفين وكلنا عايشين ارتفاع الاسعار الذي ما زال مستمر في جميع السلع دلوقتي اصبح السؤال الملح لكل المواطنين متى يتوقف ارتفاع الاسعار متى يتوقف ارتفاع الاسعار يمكن بنشتري طبعا البيض النهاردة بسعر بكرة بنلاقيه بسعر تاني الدواج بنشتريها النهاردة بسعر بكرة بنلاقيها بسعر تاني اللحوم كذلك ومعظم السلع حتى للأسف يعني بنلاقي ارتفاع اسعار في سلع انتاجها موجود في مصر مالوش علاقة باي ازمات ولا باي مشاكل عالمية بكرر مرة تانية على لسان كل المواطنين متى يتوقف ارتفاع الاسعار دلوقتي الناس مش بتسأل امتى الاسعار تقل لكن بتقول امتى الاسعار تتوقف علشان الناس تقدر تحدد الميزانية بتاعتها وتعرف ازاي تعيش ويمكن الدولة طبعا والحكومة ايمت دور كبير جدا في هذا الموضوع يمكن معارض اهلا رمضان المنتشرة في معظم المحافظات او في كل المحافظات محافظين الحقيقة ايمين بجهد كبير في هذا الموضوع طبعا لتنفيذ التعليمات الرئاسية لتوفير السلع باسعار الى حد ما مخفضة عن السعر السائد في السوق يمكن بالامس شوفنا السيد محافظ الجيزة اللي هو احمد راشد الحقيقة بيفتتح العديد من هذه المعارض وفيها كل السلع وباسعار مخفضة عن السعر السائد في المحلات الاخرى السؤال هنا بقى ليه الاسعار اللي بره ما تبقاش زي الاسعار اللي موجودة في اهلا رمضان ما هيا جماعة العارضين في اهلا رمضان برضو شركات ومنتجين بيعرضوا لكن عندهم حس وطني حسين بالناس فالاسعار اقل من الاسعار اللي بره في المحلات المختلفة ليه ما تبقاش بره زي الاسعار اللي موجودة في معارض اهلا رمضان عشان تبقى متاحة لكل المواطنين لأنه بصراحة أنا بتكلم بمنتهى الصراحة مهما كانت معارض أهل الرمضان هي لا تكفي بالنسبة ليه طبعا تعداد السكان ومش ممكن تغطي كل الأماكن وكل المراكز وكل القرى لكن ليه السؤال ليه متبقاش الأسعار برا زي الأسعار الموجودة في معارض أهل رمضان لكن هناك أخبار صار أنه يمكن قريبا جدا يتم انخفاض أسعار الدواجن لأن الحكومة تبدأ تتدخل حسب تصريحات بعض المسؤولين أنه هيتم استراض دواجن من الخارج علشان سد العجز وعلشان نريح السوق شوية والأسعار الدواجن الموجودة في مصر تبدأ تنزل فعلا ده خبر كويس وأنا إن شاء الله عندي أمل أن الأسعار بالنسبة للحوم والدواجن والأسماك تبدأ تنزل في الفترة القادمة خصوصا أن إخواتنا مسيحي مصر هيبدأوا من غدا إن شاء الله الصوم الكبير يعني إيه الصوم الكبير ولمدة 55 يوم هيمتنعوا تماما عن أكل اللحوم والدواجن والأسماك والألبان ومنتجات الألبان وطبعا يمكن أنا قلت في حلقة سابقة ليه ما نعملش مقاطعة ونبقى زي إخواتنا المسيحيين في الفترة اللي جاية على الأقل نمتنع إحنا كمان شوية لغاية شهر رمضان نمتنع شوية عن اللحوم والأسماك والدواجن والبيض لغاية شهر رمضان والأزمة تبدأ يعني تفك شوية شوية لكن نتمنى إن شاء الله ولأنه أنا زي ما أنا قلت أنه المواطن المصري ليه دور الحياة في هذه الأزمة وقضية الوعي مهمة جدا 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 قضية الوعي مهمة جدا جدا لأنه الأزب الشديد رغم ارتفاع الأسعار لكن بلاقي قوة شرائية كبيرة فعلا رغم ارتفاع الأسعار الناس بتشتري وده مؤشر الحياة مش مصبور عاوزين وعي المواطن في هذا الموضوع عشان نتكاتف كلنا كمواطنين كمستهلكين لخفض الأسعار وياريت مرة تانية أهلنا وإخواتنا التجار يحسوا بالمواطن المصري يا سيدي بدل ما تكسب 100% و50% اكسب 10% بالذات في الظروف دي وقف جنب بلدك وقف جنب ابن بلدك وقف جنب أخوك وقف جنب أهلك ده مهم يا جماعة احنا في أزمة لازم كلنا نتكاتف ونتعاون مع الأجهزة التنفيذية ومع الحكومة علشان تعدي الأزمة لأن دي أزمة عالمية الحياة موجودة في كل دول العالم نتمنى إن شاء الله في القريب العاجل يحصل انفراجة في السوق ويتوقف ارتفاع الأسعار ويتعاشم أن هي تنزل يعني بالذات فيه يعني السلع الرئيسية بالنسبة للمواطن المصري لأن احنا داخلين على مواسم طبعاً وكل عام وحضراتكم جميعاً بخير لأن الحقيقة الخاسر في هذه المنظومة وأنا دايماً بقول الخاسر الوحيد في هذه المنظومة هو المنتج سواء كان المزارع المنتج الأصلي سواء كان المزارع أو مربي الدواجن اللي عنده مزرعة وللأسف خرج من المنظومة في الفترة اللي فاتت بسبب ارتفاع أسعار الدواجن وبسبب مشكلة الأعلاف اللي احنا كلنا عارفنا نتمنى يعني يحصل إصلاح للمنظومة بكاملها علشان الناس اللي خرجت من المنظومة ترجع تاني وعلشان الفلاح يستفيد يا جماعة الفلاح هو اللي بينتج ولكن للأسف محاصيله بيتم بيعها بأسعار ممكن تكون غير مرضية أو غير مربحة للفلاح المصري ويتم بيعها للمستهلك بأسعار مرتفعة والكاسب الوحيد في هذه الحلقة هم التجار أو السلاسل المتعددة أو الحلقات المختلفة حتى وصول السلعة للمواطن المصري نتمنى إن شاء الله يعني في الأيام القادمة يكون فيه انفراجة في الأسعار